جينيور 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 يالا بليل عبقي من مسعود قال كان البليل يحب يخرج انا واحد من الناس نسايبه جينيور علش جينيور خاطر انا تحس تويك اوليت كل حملة الممنهجة علش تنيقظ مره البليل يحسن جوهر ومره يخرج خير علش في جمعتين تقلبت الامور ساعب تباقي بيانسور استاذ كبير ويعرف يحكي كورا وكذا دائما ساعات ان تكيتبش مع الموجة مش به على خاطر البليلي باركزامبل ما جيبش يكون شار تلي بيهي شار هذا ولا خايب دونك عادي اي جوار يتعدى ببريود اسواء بسيكولوجيك مو مش مقلق ترجي بكل طائحة ترجي بكل طائحة ما جيش واحده بشاطلة في جمعية شايب هو معناه يتوب جوالي واحده يجري في احداش الجوار كان ربح هو كان مركز يعطي الصحة خسر ترجل البليلي خايب شوف هو السي عبدالبيقي يروي نجي بكون عنده كوالي شنو قاعد يحصل في الترجي يعني ما نتصورش كيبش يحكي كيكا في مراسه معناها اينا نتصور خاطر كي يحكي يحكي على ترجي يحكي على البليلي انتكم عارفين عارفين اني هيت هكيفاي ايش كوالي موضوع اللي عندك راي فيه سوفيا ننتش نوراي وقت مشي أخرو لا ما قلتش ما قلتش لا ما قلتش انا اقول دلاء بلاء أسمعت لك بريت المدرب اللي يجأ متعارك مع البليلي إذا جاي اصلا ما جايش مع المزين ما جايش مجايش إذا جاي دون قالك فام unplugشون مالبلي لوجيك البليلي بالعكس البليلي الوحي سانائن تأكد انه بشي صوفيان في الأردن طلقها رجلها خطرها منعت مرته من أنه يأكل قبل تصوير الماكلة في الأردن طلق الرجل زوجته أثناء جلوسهما في أحد المطاعم في عمان بعد أن منعته زوجته من تناول الطعام قبل تصويره وإرسال الصور عبر سناب شات ووفقا لما نقلته وسائل إعلام أردنية فإن الرجل الذي يبدو أنه كان جائعا جدا انتظر نصف ساعة حتى يجلس على الطاولة ثم بعد وصول الطعام منعته زوجته من الأكل ما تسبب في وقوع مشاجرة بينهما تطورت لرفع صوتها عليه وعضه ليقوم بتطليقها ومغادرة المطعم من دون دفع الحساب من دون دفع الحساب معتها مرت وقتلهم لحظة لحظة حتى نتصور وهو جيعان ريت ونوصلنا سيمتران ولا ريت ولا ريت ولا العرق وين ولا طيب اي ريت ولا ما عادش بيه ولدك ما عاربش شبيه ولا أنا شكذا ولا شبيك ما عملتيش طيب ولا ترح استنى على الفتور بش نصور ما يتخدم صوفيان تخدم على روحك شنو تخدم شنو تخدم قتلك لازم تبعثهم من سناب شات سناب شات خدمة فوت بلوغر فولا لازم تصور تبدأ انسطاق غمابل لازم تبدأ انسطاق غمابل لازم تبدأ انسطاق غمابل انتش مشيت صوفيان يا يلي يا يلي يا لي يا مطران هكتشوف وينو صلنا يا 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 حليلي حليلي شميش يصير في جيل الله ونرجع لكم هذي ديمة لباس على تلفزة تيفي وديوان افهم.